السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبتبتدي الحلقة معانا بخديجة بتروح للدكتور بتاعها وبتعايته منهارة من تصرفات عالي معاها وتصرفات البنات في الجامعة واول ما بتدخل بتقول انا عارفة ان معادي مش النهاردة بس انا عايز اخش بسرعة للدكتور وبالفعل بيستجيبه لطلبها اول كلام بتقول للدكتور ان ليه كل الناس وحشة اولهم انت انت عاوز تستغلني وتعمل رسالة الدكتوراه عني وعلي عايز يعملني بطلة المسرحية بتاعته علشان بطلة المسرحية مجنونة والدكتور سقطني رغم ان انا ما استحقش ان انا اسقط الدكتور بيحاول يهديها وبيفهمها كل موقف بالروحة بتطلب منه ان يشيل كباية المية من قدامها وبيقول لها عايزني ريقشي الكباية المية قالت له علشان ما كسرهش انا المرة اللي فاتت كنت عايز اكسرها قال لها وما كسرتهاش ليه قالت له علشان ما تزعلش قال لها حلو جدا يعني انت خفتي على زعري وتحكمتي في أعصابك بعد كده بيحاول يفهمها إد منها كانت هتعمل الدور مكانها ومنها مش مجنونة وإسماعيل ياسين لما عمل زمان إسماعيل ياسين في مستشفى المجنين برضو ما كانش مجنون بتبتدي تستوعب كلامه واحدة واحدة وبتعرف إن علي مختارهاش علشان مجنونة تعمل دور مجنونة أما عن الدكتور وسقطها فإحنا هنشوف الموضوع ده وندور على السبب زي ما سقطي في اللجنة بتاعت التمثيل في المعهد ونعرف بعد كده المشكلة فين وبتبتدي تهدى وتروح البيت وهي أحسن وعلى وشها بتسامة خفيفة علي بيروح لمنا الجامعة ويلاقيها بتتحك هي وصحبتها ويقول لها يا ترى المراتي بتتحكي على مين ويقول لها أنا مش عارف انت ليش أخصية رخيصة كده وبيهزقها وبيبستفها وبيسجل فيديو بالكلام ده مروه بتصوره من بعيد وبيروحوا يبعتوه لخديجة في البيت وطبعا هنا فيه غلطة وهي المفروض ان مروه بتصور الفيديو من بعيد ازاي الصوت تسجل في الفيديو تابعوا معاي مروه بتاخد الفيديو وتروح لخديجة على البيت بسرعة وتوريها الفيديو وتقول لها بصي علي بيحبك لكن باباها بيبص لها وتقول لها بصي علي بيحبك طبعا وعايز يخليك يتمثلي في المسرحية باباها مش عايزة تتعلق بعلي أكتر من اللازم لازم يكون في حدود في العلاقة وبيحاولوا يهدوها ويفاهموها ان هي ممثلة شطرة ولازم ترجع لدور البطولة فأسرع وقت أميرة بتروح لجدها وبتقولوا عن علاقتها بطوري وبتعرفوا ان هو قد ايه حد جميل هو وعيلته ولقيت معاهم اللي هي مفتقدو وطول ما هي هنا في البيت عمرها ما نسيت ان هي يتيمة وما عندهاش أم وقب ولا إخوات جدها بتعصب عليها وبيقول لها هم دول العيلة اللي انت قابلتهم من الأيام اللي فاتت وانا هنا ايه ماليش اي قيمة معرفش اي حاجة ومش حاسس بالدنيا ما في مليون شخص طموح غيره يستحقك ازاي تعرفي واحد بيشتغل عندنا قالت له فيها ايه جده ما انت ابتدت من الصفر وبقيت حاجة جميلة ليه ما نعقفش جنبه وهو شخص طموح وحيبقى حاجة كويسة انا ما كنتش اتوقع ان رد فعلك يكون بالطريقة دي قال لها طيب طيب تفضلي قومي ونشوف هنعمل ايه وربنا يقدم اللي في الخير طبعا هو متعصب ومتنرفس جدا من اللي حصل يا طرى حيكون رد فعله ايه زي افلام ابيض ويسود ولا حتتغير الرؤية في عشرين عشرين مروة روحت لطنتك اوصل وفرحانة بيها جدا وبتقول لها انت عارفة انا اتمنيت تعيشي معايا من امتى من ايام ما كنتش بتذكري مع خديجة في السنوي وقلت البنت الامر دي ما تبقاش بنتي سبحان الله وديك يا هو هتعيشي معايا انت يا بنتي محتاجة حد يرعاك علشان تشوفي مصلحتك في كليتك ودي رسالة من خلال المسلسل علشان كل حد قاعد لوحده يحتضن بنت ملهاش اسرة رعاها او متبرية من مسئوليتها ونوصل لمشهد صارة صارة قاعدة مسكة موبايلة في الجامعة بيخش عليها حاتم وبيقول لها ازاك يا صارة تقول له يا بجحتك يا اخي يقول لها فيه ايه ده انت اللي بكحة هو فيه بيت محترمة تسيب بيت اهلها وتمشي في نص الليل قالت له فعلا اما انك حرامي عربيات انا غلطانة ان انا عرفتك من الاول وكل واحد بنى على حقيقته وعرفت قد ايه هي غلطانة في اختيارها الغلطة اللي بتقع فيها كل المراهقات في الساندة وبيتدحك عليهم بمسمى الحب وفي الاخر كلهم بيكونوا بلطجية وشورعية علي بيروح لخديجة البيت وبيجيب ورد وبتقول له انا حاخد الورد منك بس برضو مش هيمثل بابا بيهديها وبيقول لها لأ يا حبيبتي عيب ده علي جي لحد عندنا لازم تمثلي دي الحاجة اللي انت بتحبيها وشاطرة فيها بيحاول يعتذر لها ويقول لها انه هو ما كانش فاهم فيه ايه بالزبط وازاي تصدق بنات كلامهم مش كويس ومنا بتوقع ما بينهم كلهم وبعدين بيقرر ان يعزمها على الغداء برا وفعلا بيروحوا يتقابلوا مومتها معاها وبتسيبهم يقعدوا مع بعض وبتفضل وقفة وبتقول له انا مستنية حد يفتح لي الكرسي زي ما بشوف في الافلام القديمة وبالفعل بيعمل لها الكرسي وبتقعد وبيكلمها ويقول لها بتفكري باي تقول له بابا فكرش غير في الابليكيشن اصلا انا ما قلتلكش عليه علشان انت كنت متخصمين يقول له بتفكري ايه كمان قالت له في المسرحية قال لها ما بتفكريش في ايه حاجة تانية ما بتفكريش في ايه قلت له لا كنت بافكر فيك وكنت بتفرج على صورك كلها على الفيسبوك وكمان جبتلك هدية كتاب اسمه المشهد لسعاد حسني وحسين فهمي قال لها الله ده حلو جدا على فكرة انا كمان لازم اجبلك هدية قالت له جب لي مداليا وعليها صورة شادي قال لها حاضر بعدين جا جرسون يشوف طلباتهم مامتهم نديته بسرعة قال لها يفصلها ويبعدها عن الحوار اللي هي مندمجة فيه طارق بيروح لمامته وبابا وبيعرفهم العلاقة اللي بينهم وبين اميرة وانه هو عايز يتجوزها ويتقدم لها لكن بابا بيخاف عليه جدا وبيقولوا انت بتعرفش دي بنت مين وحيبقوا عايزين يعيشوا فين وطلباتهم ايه لكن مامتو بتيسر كل شي وتقولوا ان شاء الله نجيب له العافش بالقسط اشتركوا في القناة